اشتركوا في القناة نتكلم فيه عن نظام الفيديو واعدادات الكاميرا الرئيسية وكمان هنشرح حاجة بسيطة عن ازاي تظبط الكدر بتاعك الفيديو القادم باذن الله هيكون الجزء التاني وهنتكلم فيه عن تفاصيل زبط الاكسبوجر وازاي تقدر تحصل على افضل الوان طبعا واضح جدا ان الفيديو ده هيكون طويل ومليان تفاصيل فلو انت منتظر فيديو في السريع شقلب وقلب يبقى انت في القناة الغلاط وفي المقابل لو انت شخص بتحب صناعة المحتوى المرئي وعايز تدوس في التفاصيل وتتعلم حاجة جديدة يبقى انت في المكان الصح والمفروض تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان تقدر تتابع كل فيديوهاتنا الجديدة وكالعادة بحب انبه على انك هتلاقي تحت في وصف الفيديو لينكات لفيديوهات تانية مفيدة جدا اتكلمنا فيها عن الكاميرات وتصوير الفيديو فلو انت لسه مبتدق في الموضوع باذن الله هتلاقي ان الفيديوهات دي مفيدة جدا بالنسبالك اول حاجة لازم تكون فاهمها هو النظام اللي المفروض نمشي عليه عشان في الاخر نحصل على جودة الفيديو اللي احنا عايزينه والمثال اللي هنمشي عليه هو الفيديو اللي انتو شايفينه دلوقتي وازاي نقدر نحقق الكادر والصورة اللي انتو شايفينه ايه بقى النظام اللي المفروض نمشي عليه؟ نقدر نقول باختصار ان الموضوع منقسم لقسمين القسم الاول الكاميرا واعداداتها والقسم الثاني الستوديو اللي هنصور فيه المفروض من البداية اني بكون مقرر نظام الفيديو اللي انا عايز اصوره والموضوع ده هنتكلم عنه بالتفصيل بعد شوية لكن لازم تبقى فاهم ان في جزء من اعدادات الكاميرا مستقلة تماما عن اي حاجة بمعنى ان كده كده بظبط الكاميرا على اعدادات معينة بغض النظر عن ظروف التصوير بعد كده المفروض يكون عندي تخيل معين للكدر اللي انا عايزة حققه على اساسه بحدد مكان الكاميرا في الستوديو وبحدد الديكور والاضاءة وهكذا في الاخر خالص بتأكد ان ظروف الستوديو مناسبة لاعدادات الكاميرا عشان في الاخر الكدر كله بشكل عام تكون اضاءته مزبوطة يعني باختصار بابقى مقرر من الاول نظام الفيديو اللي انا عايزة اصوره وبظبط اعدادات الكاميرا على اساسه وبعدين بحدد مكان الكاميرا وبظبط الستوديو والديكور والاضاءة عشان نحصل في النهاية على الكدر اللي انا عايزه وبعدين في الاخر بتأكد ان الاضاءة في الستوديو مناسبة لاعدادات التصوير اللي انا زبطها وبحاول على قد ما اقدر اوفق اللي اتنين مع بعض عشان اتأكد ان الاكسبوجر مزبوط والصورة اللي هحصل عليها في النهاية ممتازة بعد ما عرفنا الدنيا المفروض تمشي ازاي هندخل على اول خطوة المفروض نعملها وهي تحديد نظام تصوير الفيديو اول حاجة لازم تحددها في اعدادات تصوير الفيديو هو انظام تصوير الفيديو نفسه هل هيكون PAL ولا NTSC زي ما هنعرف بعد شوية اعلى جودة ممكن تصور بيها هي التصوير بسرعة 24 فريم في الثانية ومش هتقدر تصوير بسرعة 24 فريم في الثانية غير لو الكاميرا مزبوطة على نظام NTSC لو الكاميرا لسه جديدة غالبا هتكون مزبوطة على نظام PAL ولو الكاميرا مزبوطة على نظام NTSC هتلاقي ان الكاميرا هتقولك انها مزبوطة على نظام NTSC اول ما تفتح الكاميرا عشان تغير نظام الكاميرا هتدخل على المانيو وهتختار رابع اختيار من فوق الشنطة اللي لونها اصفر وهتدخل على الصفحة رقم اثنين وتختار اول حاجة في الصفحة لو انت على نظام PAL هيقولك انك هتحول على نظام NTSC ساعتها هتقوله ماشي كمل مفيش مشكلة ولو انت اصلا على NTSC هيقولك انك هتحول على نظام PAL ساعتها هتقوله شكرا مش عايزين وتدوس كنسي طب ايه الفرق ما بين النظامين كل نظام فيهم بيحددلك سرعات تصوير معينة وعلى اساس سرعة التصوير انت المفروض بتحدد سرعة الشطر وسرعة الشطر له علاقة بتردد الاضاءة اللي انت هتستخدمها في الستوديو او حتى الشاشات اللي ممكن تكون موجودة في الكادر يعني ايه الكلام ده كله نمشي واحدة واحدة وهنفهم كل حاجة باذن الله نظام PAL بيبدأ بسرعة تصوير 25 فريم في الثانية والسرعات الاعلى هتكون 50 و 100 فريم في الثانية نظام NTSC بيبدأ بسرعة تصوير 24 فريم في الثانية والسرعات الاعلى هتكون 30 و 60 و 120 فريم في الثانية زي ما قلنا من شوية سرعة الشطر بيتم تحددها على اساس سرعة التصوير اللي انت هتختارها القاعدة الذهبية في تحديد سرعة الشطر بتقول ان سرعة الشطر بيكون ضاعف سرعة التصوير يعني لو هتصور بسرعة 24 أو 25 فريم في الثانية سرعة الشطر هتكون 1 على 50 من الثانية وده جدول بيوضح ازاي تحدد سرعة الشطر على اساس سرعة التصوير اللي انت هتختاره المهم في الموضوع انك تفهم الآتي اي مصدر اضاءة في الكدر او اي شاشات هتظهر في الكدر بيكون لها سرعة تردد معين بتتقاس بالهرتز وبالتالي لازم تظبط سرعة الشطر بحيث يكون مناسب لسرعة تردد الإضاءة او الشاشات اللي هتظهر في الكدر بشكل عام فيه 3 حالات ممكن تقع فيها الحالة الاولى ان سرعة الشطر تكون اعلى من تردد الإضاءة او الشاشة يعني مثلا تكون ضابط سرعة الشطر على 1 على 60 من الثانية وتردد الإضاءة او الشاشة 50 هرتز بس الكاميرا ساعتها هتلقط حاجة اسمها فليكر بمعنى ان الفيديو هيظهر فيه رعشة او حركة سواء في الشاشة او الإضاءة الحالة التانية ان سرعة الشطر تكون اقل من تردد الإضاءة او الشاشة يعني مثلا تكون ضابط سرعة الشطر على 1 على 50 من الثانية وتردد الإضاءة او الشاشة 60 هرتز ساعتها الدنيا هتمشي زي الفل ومفيش رعشة او حركة هتظهر في السورة طبعا الحالة التالتة ان سرعة الشطر تكون مساوية لتردد الإضاءة او الشاشة ودي الحالة المثالية وساعتها برضو الدنيا هتبقى مظبوطة ومفيش رعشة او حركة هتظهر في السورة ممكن حد يسأل سؤال اعرف منين تردد الشاشة او الإضاءة اللي هستخدمها في الستوديو اول حاجة لازم تبقى عرفها ان مفيش إضاءة او شاشة ليها تردد اقل من 50 هرتز ده غالبا وبالتالي لو هتصور بسرعة 24 فرم في الثانية وهتزبط سرعة الشطر على 1 على 50 من الثانية الدنيا هتكون مظبوطة ومفيش رعشة او حركة هتظهر في السورة ثانيا المفروض ان تردد الإضاءة او الشاشة بتكون من ضمن مواصفاتها اللي بتكون مكتوب عليها وفي بعض الشاشات بتسمح لك انك تغير التردد بتاعها ما بين 50 و60 وحتى أعلى والإضاءات الاحترافية ترددها بيكون عالي جدا بحيث انها تكون مناسبة لكل ظروف التصوير المختلفة خصوصا لو هتصور سلو موشن وتستخدم سرعة شطر عالية جدا اما لو هتستخدم كشاف بيركاب له لومات عادية مش معمولة مخصوص لتصوير الفيديو زي لومات فينوس مثلا او لومات تانية ممكن تشتريها من عند الكهربائي فغالبا اللومات دي ترددها بيكون 50 هيرتز والمفروض برضو يكون مكتوب عليها او على العلبة نفسها المهم انك تاخد بالك ان غالبا مفيش رعشة او حركة هتظهر في الصورة الا لو استخدمت سرعة شطر اعلى من واحد على خمسين من الثانية يبقى اول حاجة المفروض نعملها هي اننا نظبط الكاميرا على انظام انتي اسي تاني حاجة هنحدد ابعاد الفيديو هل هنصور 4K ولا Full HD وبناء عليه هنختار سرعة وجودة التصوير بخصوص الكاميرا سوني ZV-E10 على انظام انتي اسي هتقدر تصور 4K بسرعة 24 او 30 فريم في الثانية وهتقدر تصور Full HD من اول 24 لحد 120 فريم في الثانية لما تفتح قيمة اختيرات التصوير بابعاد Full HD هتلاقي ان السطر احيانا بيكون في حاجتين او 3 حاجات اول حاجة هي سرعة التصوير رقم الفريمات في الثانية الوحدة ودي خلاص فهمناها نوعا ما وازاي بتأثر على سرعة الشكل تاني حاجة كمية الداتا اللي الكاميرا بتسجلها في الثانية الوحدة ودي اسمها الbit rate وكل ما كان اعلى كل ما كان افضل لو قسمت الbit rate على عدد الفريمات في الثانية هتعرف الفريم الواحد بياخد داتا قد اي في الاخر هتفهم ان كل ما كان سرعة التصوير اقل مع bit rate عالي كل ما كانت جودة التصوير اعلى لان الفريم الواحد هيبقى فيه كمية داتا اكتر احيانا بنلاقي مكتوب بعد الbit rate في الآخر super 35 وده معناه ان الكاميرا بتستخدم مساحة السنسور بالكامل في اختيارات التصوير full HD اي اختيار مش مكتوب جنبي super 35 معناه ان الكاميرا بتعمل crop بسيط على السنسور بمعنى ان الكاميرا مش بتستخدم مساحة السنسور بالكامل يبقى بشكل عام اعلى جودة فيديو ممكن تصور بيها هي اللي ليها اقل سرعة فريمات مع اعلى bit rate ومكتوب جنبي super 35 لو هتصور 4K هتاخد اعلى جودة لما تصور بسرعة 24 فريم في الثانية مع bit rate 100 ميجا في الثانية ولو هتصور full HD هتاخد اعلى جودة لما تصور بسرعة 24 فريم في الثانية مع bit rate 50 ميجا في الثانية في قيمة التصوير 4K هتلاحظ ان ما فيش اي اختيار مكتوب جنبي super 35 لكن المفروض ان التصوير بسرعة 24 فريم في الثانية بيكون باستخدام السنسور بالكامل اما لو صورت بسرعة 30 فريم في الثانية الكاميرا هتعمل crop بسيط على السنسور نيجي بقى لسؤال مهم ايه الفرق ما بين التصوير 4K او full HD لانك لما تعرف الفرق بين الاثنين هتقدر تعرف امتى تختار التصوير 4K وامتى تختار التصوير full HD تخيل ان الفيديو عبارة عن قطعة ارض الارض دي ليها مساحة معينة طول في عرض والمساحة دي مكونة من مجموعة نقاط اللي احنا بنسميها pixels حسب الوصف ده الفيديو 4K او full HD بيوصفه مساحة الارض وطبعا الفيديو 4K مساحته من ناحية الابعاد اكبر من الفيديو full HD الفيديو full HD ابعاده 1920 في 1080 وفيه نوعين 4K DCI و UHD الكاميرا سوني ZV-E10 بتصور 4K UHD يعني الفيديو بيكون له ابعاد 3840 في 2160 لازم تبقى عارف ان الفيديو 4K مش بس اكبر من ناحية الابعاد او الريزيليوشن لكنه اكبر برضو من ناحية كمية الداتا المحفوظة في ملف الفيديو وده طبعا واضح جدا من خلال اعدادات الفيديو اللي احنا بنختارها الفيديو 4K البيت ريت بتاعها 100 ميجا في الثانية لكن الفيديو الفول HD اعلى بيت ريت 50 ميجا في الثانية خلي بالك برضو ان التصوير 4K غالبا المونتاج بتاعه على الكمبيوتر بيكون اصعب بمعنى انك محتاج جهاز اقوى شوية عشان يقدر يتعامل مع منتاج الفيديوهات المتصورة 4K وده طبعا بسبب ان الفيديو 4K مليان ده تكتير وبالتالي محتاج جهاز اقوى يقدر يتعامل مع كل الداتا دي طبعا الموضوع فيه تفاصيل تانية من اهمها الشاشة اللي انت هتعرض عليها الفيديو بتاعك لان الشاشة نفسها لازم تكون بريزيليوشن 4K عشان تقدر تعرض الفيديو بجودته الكاملة لازم تبقى عارف ان معظم الشاشات اللي احنا بنستخدمها في مشاهدة المحتوى المرئي الريزيليوشن بتاعها فول HD سواء كانت شاشة كمبيوتر او شاشة تلفزيون او حتى شاشات موبايل ده في بعض شاشات موبايل مشهورة جدا وغالية جدا الريزيليوشن اقل من فول HD وبالتالي لو هتعرض علي شاشة فول HD فيديو بابعاد 4K فانت مش هتقدر تتفرج علي الفيديو بحجمه الكامل او بجودته الكاملة طب ليه الواحد ممكن يصور فيديو بابعاد 4K رغم ان اغلب الشاشات اللي الناس بتستخدمها بريزيليوشن فول HD اغلب الناس اللي بتصور فور كي وبتخرج الفيديو فول HD بتعمل كده علشان فيما بعد اثناء المونتاج تقدر تعمل زوم ان او تغير في الكادر من غير ما تفقد اي جودة وانا شخصيا بعمل كده الفيديو اللي انتو شايفينه دلوقتي متصور في الاساس بابعاد 4K لكن الفيديو هيترفع علي اليوتيوب بابعاد فول HD ده بيديني امكانية اني اعمل زوم ان اثناء المونتاج او حتى اعمل ريفريمينج اغير شكل الكادر من غير ما افقد اي جودة في التصوير وده بيعطي تأثير كاني بصور بكاميرتين واحدة بكادر واسع والتانية بكادر اديم يعني باختصار الناس بتصور 4K حتى لو الفيديو في النهاية هيتخرج بابعاد فول HD عشان تستفيد بالرزيليوشن الزيادة في المونتاج فيما بعد يبقى في النهاية بتختار انك تصور 4K او فول HD على الاساس الاتي لو عندك مساحة كافية عشان تصور 4K سواء على الكاميرا او على الكمبيوتر ولو عندك جهاز مونتاج يستحمل يبقى ما فيش مشكلة انك تستخدم الكاميرا سوني زي في اي تان في تصوير فيديو 4K لكن في نقطة تقنية مهمة جدا متعلقة بالتصوير 4K وليها علاقة برضو بسرعة قرية الداتا من السنسور وقوة البروسيسور بتاع الكاميرا الفكرة كلها في الاساس متعلقة بان الفيديو 4K عبارة عن كمية داتا اكبر بكتير جدا من الفيديو الفول HD وبالتالي لما بتصور فيديو 4K ده معناه انك بتقرأ كمية داتا كبيرة جدا من السنسور في كل فريم او في كل لقطة صورة من الفيديو طبعا معروف ان الفيديو عبارة عن مجموعة لقطات متتالية اللي هي سرعة التصوير 24 او 25 او 30 فريم في الثانية وهكذا بعض الكاميرات سرعة القرية من السنسور بتكون عالية جدا والبروسيسور اللي بيعالج الداتا دي كلها بيكون قوي جدا وبالتالي الكاميرا دي بتكون قادرة انها تتعامل مع الداتا دي كلها بدون اي مشاكل لكن لو الكاميرا مش قادرة انها تتعامل مع الداتا دي كلها بتظهر لك في الفيديو اللي انت بتصوره حاجة اسمها رولينج شاتر باختصار رولين شاتر عبارة عن حاجة بتظهر أثناء تصوير الفيديو بسبب إن سرعة قرية الداتا من السنسور بطيئة والحاجة دي بتظهر بشكل أوضح لو الكاميرا بتتحرك بسرعة أو لو الكاميرا بتصور حاجة بتتحرك بسرعة والحاجة دي بتظهر بشكل أوضح لو بتصور 4K وبتقل بشكل أوضح لو بتصور Full HD إيه بقى الرولين شاتر ده؟ أبسط اختبار ممكن تعمله علشان تشوف لو الكاميرا فيها رولين شاتر ولا لا هو إنك تحط الكاميرا على ترايبود وتصور مشهد في خطوط رأسية مستقيمة وتحرك الكاميرا بسرعة يمين وشمال بنقول إن الكاميرا فيها رولين شاتر لما نلاقي إن الخطوط الرأسية المستقيمة بتظهر ميلة في الفيديو أثناء الحركة يمين وشمال أما لو الكاميرا ما فيهاش رولين شاتر فهنلاقي إن الخطوط الرأسية هتفضل مستقيمة أثناء حركة الكاميرا يمين وشمال أو على الأقل إن درجة ميل الخطوط مش واضح قوي في الفيديو بالنسبة للكاميرا السوني ZV-E10 الرولين شاتر بيزيد بشكل ملحوظ جدا أثناء تصوير الفيديو 4K وبيقل بشكل ملحوظ جدا أثناء تصوير الفيديو Full HD في الآخر حابب أقول للآتي لو عايز تصور فيديو 4K وتحصل على أعلى جودة من الكاميرا يبقى الأفضل إنك تستخدم الكاميرا السوني ZV-E10 في ستوديو منزلي بمعنى إن الكاميرا تكون ثابتة على ترايبود وبتصور حاجة بتتحرك بسرعة طبيعية أو بطيئة على سبيل المثال شخص بيتكلم أمام الكاميرا في الحالة دي الرولين شاتر مش بيظهر في الفيديو أما لو حبيت تستخدم الكاميرا في الفلوجينج أو تصوير فيديو أثناء الحركة بشكل عام يبقى الأفضل إنك تصور فيديو Full HD عشان تقلل تأثير الرولين شاتر بقدر الإمكان لحد هنا المفروض نكون عرفنا إننا هنصور فيديو بأبعاد 4K بسرعة 24 فريم في الثانية تعالوا نتكلم شوية عن ضبط الستوديو قبل بندخل على إعدادات الفيديو النهائية كلمة ستوديو المقصود بيها إن التصوير في مساحة معينة بقدر أتحكم في كل ظروفها بالكامل وخصوصا الإضاءة لإن زي ما قلنا قبل كده الإضاءة هي أهم عنصر مؤثر على جودة الفيديو ناخد على سبيل المثال المكان اللي أنا بصور فيه دلوقتي المفروض إن كل حاجة في الغرفة دي مؤثرة على الفيديو محسوبة ومقصودة عشان أحصل في النهاية على الصورة اللي أنتوا شايفينها دلوقتي بشوف الأول الغرفة اللي بصور فيها شكلها إيه وحجمها قد إيه وابتدأ تخيل الكادر اللي أنا عايز أحققه في الآخر وابدأ أشوف هقدر أعمل إيه في الغرفة علشان أحقق في الآخر الكادر اللي أنا عايزه بتخيل إن عيني هي الكاميرا وابدأ أتحرك في الغرفة واشوف حيطانها وزواياها وبحاول أحدد في دماغي إيه الكادرات المختلفة اللي ممكن أحققها وإيه أفضل كادر فيهم عشان يكون كادر التصوير الرئيسي المفروض في الآخر بكون تصور الكاميرا المفروض تكون فين والديكور والإضاءة المفروض يكونوا إزاي عشان أحقق الكادر اللي أنا عايزه وببدأ أنفذ الكلام ده واحدة واحدة بحط الكاميرا على ترايبود وبحدد مكان الكاميرا في القوضة وبحدد ارتفاع الكاميرا عن الأرض وزاوية الكاميرا كل ده بناء على موقع الترابيزة اللي أنا قاعد قدامها وطول الكورسي اللي أنا قاعد عليه والمسافة بيني وما بين الكاميرا والمسافة بين الكاميرا والخلفية اللي ورايه كل اللي فد ده عشان أقدر أزبط الكادر بطريقة معينة بحيث يظهر من تحت جزء من المكتب اللي بكون ساند عليه ومن فوق أكون سايب مساحة بسيطة عشان لو فردت ظهري أو عدلت قاعدتي راسي ما تخرجش برا الكادر وفي الآخر الجزء الظاهر من الخلفية اللي ورايا تكون مناسبة بعد ما خلاص زبطنا الكادر بنحدد الإضاءة بتاعت الكادر هتكون إزاي أول حاجة بنعملها هي إننا بنحدد أماكن كشفات الإضاءة على أساس العنصر الرئيسي في الكادر في حالة المثال اللي احنا بنتكلم عنه أنا العنصر الرئيسي في الكادر وحسب الخطوات اللي حددناها في أول الفيديو أحنا خلاص زبطنا نظام الفيديو وقررنا إننا هنصور فيديو 4K بسرعة 24 فريم في الثانية المفروض دلوقتي نزبط الإضاءة بشكل مبدئي وبعد كده هنبص على الكاميرا ونشوف مؤشر الإكسبوجر وبعد كده هنرجع نزبط الإضاءة أو نعدل بعض إعدادات الكاميرا علشان في الآخر الإكسبوجر بتاع الكادر يكون مظبوط يعني إيه الكلام ده؟ أحنا تكلمنا قبل كده عن الإكسبوجر وقلنا إنه عبارة عن مقياس لمدى سطوع الكادر أو مدى تعرضه للإضاءة بما إن العنصر الرئيسي في الكادر يبقى الإضاءة لازم تكون مظبوطة بالطريقة اللي تخليني أنا معرض للضوء بشكل صحيح طب إزاي نقدر نحقق الكلام ده؟ هنبدأ الأول بأماكن الإضاءة وبعدين هنحدد قوة الإضاءة بما يناسب إعدادات الفيديو اللي هنستخدمها إضاءة الكادر اللي انتوا شايفينه متأسم قسمين الإضاءة الخاصة بيه والإضاءة الخاصة بالخلفية الإضاءة الخاصة بيه عبارة عن كشاف رئيسي اللي بنسميه كي لايت أنا بستخدم كشاف جودوكس VL150 راكب عليه أكتا حجمها 120 سنتي طبعاً أنت ممكن تستخدم أي كشاف أنت عايزه لكن أهم حاجة إنك تحاول تستخدم صوفت بوكس فوق مصدر الإضاءة الصوفت بوكس بيساعد على حاجتين رقم واحد توزيع الإضاءة بشكل متساوي رقم اثنين بيخلي الإضاءة أنعم وده بيمنع إن الوش يكون ملسوع وبيساعد برضو إن ملامح الوش يتبان بشكل لطيف الكشاف طبعاً راكب على ستند إضاءة الستند بيكون على يميني أنا؟ على نفس مستوى أو خط الكاميرا بحيث نعمل مثلث أركانه أنا والإضاءة والكاميرا الزاوية ما بيني أنا والإضاءة والكاميرا حوالي 45 درجة والزاوية ما بيني أنا والكاميرا والإضاءة 90 درجة طبعاً الإضاءة لازم تكون مرفوعة لفوق خصوصاً لو بتلبس ندارة عشان إنعكاس الإضاءة ما يبانش في الإزاز وعلشان دي الطريقة الطبيعية اللي عينينا بتشوف فيها النور لإن مصدر الإضاءة الرئيسي بالنسبة لنا ضوء الشمس والشمس مصدر عالي جداً عننا فإحنا متعودين نشوف إن الإضاءة بتيجي من فوق لتحت بخصوص ارتفاع الكشاف بما إني بصور ونقاعد فأنا بزبط طول العمود بنفس طولي أنا وأنا واقف بحيث إن هد الكشاف يكون على نفس مستوى راسي وأنا واقف ده طبعاً بسبب إن أنا شخصياً طويل شوية لكن أهم حاجة في الموضوع لو أنت بتلبس ندارة ولقيت إن إنعكاس الإضاءة بيظهر في الإزاز يبقى أنت محتاج تعلي الإضاءة أكتر بكده نكون زبطنا كشاف الإضاءة الرئيسي وده أهم عنصر إضاءة في الكدر واللي بيكون مسؤول عن تعرضي أنا للإضاءة غير كده فيه كشاف تاني بنسميه الهيرلايت وده بيكون كشاف في ظهري بيرمي الإضاءة على شعري وكتافي وده بهدف إنه بيوضح أكتر حدود جسمي وكتافي وشعري وبيخلي الفصل مبيني ومبين الخلفية أوضح الكشاف ده بيكون مرفوع لفوق وتقريبا على نفس مستوى ارتفاع الإضاءة الرئيسية برضو بيكون موجه لتحت عشان يرمي الإضاءة على ظهري من أول راسي وكتافي في بعض الناس بتزود عنصر إضاءة ثالث بيكون على الناحية التانية من الكي لايت بيسموه الفيل لايت وأحيانا بعض الناس بدل ما تزود عنصر إضاءة بيستخدموا ريفلكتور عشان بعض الإضاءة اللي جاية من الكي لايت تنعكس من على الرفلكتور وتنور الجزء التاني من الوش أنا شخصيا بعتقد إن هي ملهاش لازمة قد كده وأغلب الناس اللي بتنصح بإنك تستخدم فيل لايت بتقول إنك تخلي قوتها أقل من الكي لايت علشان بس تقلل من الشادوز اللي موجودة على الناحية التانية من الوش أنا بعتقد إن الفيل لايت دي ملهاش لازمة غير لو ظروف الإضاءة عندك بالفعل ضعيفة جدا وبالتالي الجزء التاني من الوش ضلمة خالص لكن بسبب إن فيه إضاءات أخرى فالإضاءة بتنعكس من الإضاءات التانية دي والجزء التاني من الوش مش مظلم للدرجة وفكرة إن جزء من الوش يكون منور والجزء التاني يكون فيه ضل بيدي انطباع ثلاثي الأبعاد وبيخلي شكل الصورة أفضل بدل ما الإضاءة تكون متساوية من الناحيتين بتدي إحساس إن الصورة فلات ما فيهاش بعد ندخل بقى على الإضاءة الخاصة بالخلفية إضاءة الخلفية هي اللي بتدي للكدر روح وجمال وبتكون سبب مهم في إنك تحس إن الفيديو جودته عالية ده شكل الكدر بدون أي إضاءة خالص في الخلفية طبعاً الكدر أقل ما يقال عنه إنه كئيب جداً خصوصاً إن أنا لابس أسود لكن بسبب إن الخلفية سودة دلوقتي بتلاحظ إن الهيرلايت بالفعل بيعمل تحديد لجسمه كده الهيرلايت شغال كده الهيرلايت مش شغال بتلاحظ بشكل واضح إنه بالفعل آه هو بيعمل سبيل وبيعمل إضاءة في الجناب شوية لكنه برضو بيساعد على إن حدود الجسم تظهر أكتر وبتساعد على إن الشخص يكون مفصول عن الخلفية أول عنصر إضاءة في الخلفية هي الشاشات اللي ورايا والشاشات دي مش بس بتدي إضاءة لكن إضاءة بتقدر تتحكم فيها عنصر متغير من الدكور لأن أنا بقدر أحدد برحتي وغير برحتي المحتوى اللي معروض على الشاشات تاني عنصر إضاءة كشاف لد صغير في ظهر الشاشة بيرمي إضاءة على درع اليوتيوب آخر عنصر إضاءة كشاف لد RGB على نفس مستوى الهيرلايت بيرمي إضاءة على النص ده بس من الخلفية بقدر أتحكم في مساحة الإضاءة من خلال حاجة اسمها بارن دورز الإضاءة ليها زي أبواب صغيرة كده بتقدر من خلالها توجه الإضاءة في المساحة اللي انت عايزها في النهاية مع عناصر الإضاءة المختلفة دي كلها بنحصل على الكادر اللي انتوا شايفينه دلوقت ندخل بقى على أهم مرخلة زبط الإكسبوجر ولازم نفهم الأول على أي أساس هنثبت الإكسبوجر أو بمعنى أصح نعرف منين إن الإكسبوجر مضبوط قلنا قبل كده إن الإكسبوجر عبارة عن مقياس لمدى سطوع الكادر أو مدى تعرضو الإضاءة مقياس أو مؤشر الإكسبوجر موجود في الشاشة من تحت مع باقي إعدادات التصوير الرئيسية سرعة الشتر وفتحة العدسة وقيمة الأيزو وقلنا برضو قبل كده إن الكاميرا فيها إعدادات مختلفة فيما يخص كيفية قياس الإكسبوجر إحنا مختارين إن الكاميرا تحدد الإكسبوجر على أساس إجمال الكادر بالكامل لأن الكادر مليان عناصر إضاءة مختلفة أي كادر في الدنيا بيكون فيه أماكن غمأة أو مظلمة وأماكن فتحة أو سطعة أو الإضاءة فيها عالية هدفنا في زبط الإكسبوجر هو إننا نحتفظ بكل تفاصيل الصورة لأن الكاميرا ليها حدود معينة في الاحتفاظ بالتفاصيل أو الداتة اللي موجودة في الكادر الحدود دي بنسميها الديناميك رينج نقدر نقول باختصار إن فيه حد أعلى وحد أدنى الحد الأعلى هو اللون الأبيض الساطع والحد الأدنى هو اللون الأسود المظلم تماماً الديناميك رينج معناه درجات التفاصيل اللي الكاميرا بتقدر تلقطها أو تشوفها ما بين الأبيض الساطع والأسود المظلم تماماً لو الحاجة اللي أنت بتصورها أو أي جزء من الكادر عليه إضاءة جديدة جداً بحيث يكون بتعبير المصورين ملسوع أو محروق بمعنى إنه ظاهر في الكادر باللون الأبيض الساطع فده معناه إنك عديت حدود الديناميك رينج ولازم تقلل من قوة الإضاءة شوية ولو الحاجة اللي أنت بتصورها أو أي جزء من الكادر عليه إضاءة ضعيفة جداً بحيث يكون ظهر في الكدر باللون الاسود المظلم تماما فده معناه انك لازم تزود الإضاءة شوية عشان التفاصيل تظهر وتباني خلي بالك الموضوع ده له علاقة انت عايز تحقق ايه والكدر بتاعك عايزه يظهر ازاي ممكن انت تبقى قاصد ان الخلفية او جزء من الكدر يكون ابيض ناصع تماما او ممكن انت تكون قاصد ان جزء من الكدر او حتى الخلفية اللي وراك تكون صودة تماما ما فيهاش اي تفاصيل المهم في النهاية انك تبقى فاهم انت بتعمل ايه وتعرف ازاي تتحكم في الإضاءة عشان تحقق اللي انت عايزه فيه كمان حاجة لازم تاخد بالك منها بخصوص الديناميك رينج وهي تأثير قيمة الايزو على الديناميك رينج كل ما قيمة الايزو بتزيد كل ما النويز اللي في الصورة بتزيد كل ما الديناميك رينج بيقل زي ما قولنا قبل كده فيديو بجودة عالية يعني دايناميك رينج عالي ونويز قليل يعني باختصار لازم تصور على حاجة اسمها البيس ايزو زي ما قولنا قبل كده البيس ايزو بيتغير على حسب الكرياتيف ستايل او البيكتشر بروفايل اللي هتصور به البيس ايزو معناه قيمة الايزو الاساسية اللي بتخليك تحصل على اعلى جودة فيديو باعلى دايناميك رينج واقل كمية نويز احنا لسه من شوية شرحين يعني ايه الديناميك رينج المفروض ان هدف اي مصور فيديو بشكل عام هو ان الفيديو بتاعه يكون بافضل الوان وباعلى دايناميك رينج وباقل كمية نويز وعلشان كده القاعدة بتقول عشان اصور باعلى دايناميك رينج وباقل كمية نويز لازم اصور على البيس ايزو وبكرر مرة تانية البيس ايزو بيتغير على حسب الكرياتيف ستايل او البيكتشر بروفايل اللي انت بتستخدمه بغض النظر انت هتختار انهي كرياتيف ستايل لازم تبقى عارف ان كل اختيارات الكرياتيف ستايل ليها بيس ايزو واحد اللي هو مية اما لو اخترت بيكتشر بروفايل فالبيس ايزو بيتحدد على اساس الجاما اللي انت هتستخدمها وهنبقى نتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل فيه مع بعد لكن اختصارا بما اننا بنتكلم عن الكاميرا سوني زي في اي تان فانا انصح انك لو هتستخدم بيكتشر بروفايل يا اما تستخدم الموفي جاما مع الموفي كالر او تستخدم الاس لاغ 2 جاما مع الاس جامت المفضل ليك لو هتستخدم الموفي جاما في البيكتشر بروفايل هتلاقي ان البيس ايزو مية زيها زي اي كرياتيف ستايل لو هتستخدم الاس لاغ 2 هتلاقي ان البيس ايزو زادت بقت خمس ومية يبقى في النهاية في حاجتين ليهم علاقة بعض توزيع الإضاءة ودرجة الإضاءة في الستوديو مع إعدادات الكاميرا نفسها ولازم تاخد بالك إنك تظبط إعدادات الكاميرا حسب النظام اللي إنت هتصور عليه الهدف في النهاية هو ضبط الإكسبوجر بالطريقة اللي تحافظ على كل التفاصيل اللي في الكادر طب نقدر نعمل ده إزاي؟ أول حاجة بنعملها هي تحديد إعدادات الكاميرا وعلى أساس إعدادات الكاميرا بنعد للإضاءة عشان الإكسبوجر يكون مضبوط وده كله له علاقة بنظام الفيديو اللي أنا بصور به ده بقى اللي احنا هنشوفه بالتفصيل بإذن الله عز وجل في الفيديو القادر أنا هكتفي بهذا القادر في هذا الفيديو لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو وما تنساش تعمل شير للفيديو مع أصحابك وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان تقدر تتابع كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة